ازايك? النظام اللي اللي بقى تريند الفترة كبيرة والناس كلها بتتمرن بيه. بس احنا مشكلتنا ان احنا بنمشي على الحاجة من غير ما نفكر شوية هل هي مناسبة لنا ولا لأ? فالنهار ده انا هفاهمك تلات حاجات على نظام البوش بولليج. اول حاجة هتفهمها ايه هي ايه هو البوش بولليج? تاني حاجة هل هو مناسب لكل الناس? تالت حاجة هل هو نظام ناجح او فاشل? وده انت اللي هتحكمه بعد ما تسمع الفيديو للاخد. يلا بينا. اول حاجة ايه هو البوش بولليج? البوش بولليج هو نظام بتمرن فيه اكتر من عضلة منهم مسلا البنج والترايسيفس والكتف الامامي والجانبي. يعني بتمرن عضلات الدفع وفي البول بتمرن عضلات السحب وبتلعب الرجل الوحديها. هو انزام عشان يخليك تمرن اه تمرن جسمك كله خلال تلات ايام بس. ده حاجة. الحاجة التانية هل هو مناسب لكل الناس او لا? هقول لك هو مناسب لكل الناس او لا? نظام البوش بولليج هو مناسب للناس اللي هي المبتدئة لسه بيلعب بدل ما كنا بنخليه يلعب الجسم كله لمدة مسلا تلات ايام كل يوم بيلعب فاحنا بنقسمه للناس المبتدئ ان ده واحد ملاقبش حديد في حياته قبل كده. الحاجة الحاجة التانية ممكن يناسب ناس تانية اللي هي بتجهز البطولات وخلاص قريدي هو جاهز اصلا البطولة بس مش هيعايز يبطل تمرين فبينزل عشان يشغل عضلاته. تالت حاجة بقى نتكلم فيها هل هو نظام ناجح او فاشل? انا كاحمد شايفه نظام فاشل. ليه نظام فاشل? اقول لك ليه نظام فاشل? دلوقتي انت عضلة واحدة عضلة مسلا البنش. ايه التمرينتين اللي هلعبهم او لتلات تمارين هيغطولي كل زوايا البنش. ولا حاجة. فبالتالي انا مدتش العضلة حقها. يعني العضلة ما خدتش حقها مية في المية. فهو نظام مش ناجح. بس الناس كلها بتفرح اللي هو اه انا هنزل اه نعب عضلات ايه هلعب عضلاتي مرتين تلاتة في الاسبوع هلعب هتمرن على عضلة مرتين. هي الفكرة كلها مش بكتر التمرين على العضلة. الفكرة كلها انت بتاكل ايه وبتعمل ايه? عشان خاطر توصل للنتيجة. لكن هو النظام انا كان بالنسبة لي فاشل بس ايه الناس فرحانة بيه. لكن هو نظام مش ناجح. ومش مناسب لكل الناس. ممكن نقول مسلا مناسب للناس اللي هي ما عنداش وقت كير تلاتة يام فعلا في الاسبوع. فبيضطر ان هو مجبر ان هو يلعب عن اللي يتمرن بالنزام ده. لكن لو انت مش مجبر تتمرن بالنزام ده. لأ انت تقدر تتمرن باساليب تانية كتير. التمرين في اساليب كتير. ايه المناسب ليك وامي مش مناسب? فيه كتير. بقول ده اللي هيحدده الكتش بتاعك. هو اللي هيقول لك ايه اللي النسبة ومش ايه اللي النسبة. وبعدين هقول لك على حاجة. بلاش ناخد المعلومة والنفزها على طول. لازم نفهم دلوقتي يعني انت اللي بيقول لك يلعب بوش بوليك. شفته قبل كده بيلعب بوش بوليك? الشخص اللي بيقول لك يلعب بوش بوليك. هل هو بيتمرن بوش بوليك? لأ. طب ليه مع نزام جامد? مش نزام قوي? تتمرنش بيليه? بس هو اه الناس بس فرحانة ببوش بوليك ده انا رخ يلعب على العضلة مرتين لا يا مش فكرة ان انت تتربع على العضلة مرتين او تلاتة فيها نزمة تالية تقدر تتمرن بها عضلة مرتين او تلاتة. فهو نزام انا شافه مش ناجح فانت لازم تعرف النزام مناسب ليك وده اللي بيحدده اللي معك. وقبل التمرين وقبل الكلام ده كله تغزية 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 يعني معنصر في في الجيم عموما. يعني اقول لك مسلا العضلات بتعمل في المبخ مش بتتعمل في الجيم بس يعني مش مجرد انت تروح للجيم فخلاص انت انت جالها تعمل عضلات. لأ. لازم تغزية. لازم يكون في خطة. ليه الناس بتفشل في التمرين دايما? لان هو ما بيبقاش في خطة كاملة. الخطة الكاملة يعني بتكون مكونة من برنامج تدريبي ونزامك زي مناسب لك انت. لازم البرنامج يتحط مناسب لك انت. مش انت اللي تناسب نفسك على البرنامج زي الناس اللي بتنزل قبل كشنات وتتمرن من والكلام ده. ده مش صح. ركز ولو عندك مشكلة. قل لي اكتب لي في التعليقات وقل لي ايه مشكلتك. وفي نفس الوقت لو بتتمرن بنزام البوش بوليج قل لي. او قل لي ايه نزام تمرينك. وهتليني برد عليكم وتفعيل معكم على طول. سلام.